سلام عليكم أصدقاء ومحبابكم في الفيديو هذا الخاص بأول خصم للمنتخل المغرب النسوي اللي هو ألمانيا ألمانيا بطالة العالم في 2003 و2007 والوصيفة في 1995 وكذلك وصيفة اليورو في 2022 هذا اللي فاس ومن المورة الشاحية للدفر بعض النسخات ولكن من وجهات لا دريكا نضبل لأن ألمانيا صعبة لأنها تأخذ لقب نظرا بعد العيو كيني في الفرقة الألمانية فإذا بدنا معدل للأعمار كيف العادة كنشوفوا بالله عندنا فريق اللي هو جد جد متوازن تسعود لعبات ما بين السن 19 و24 سنة وتسعود لعبات ما بين السن 24 و30 سنة اللي يتوفره اليوم وكذلك يعني أصحاب دي الخبرة الكبيرة والنج اللي هم لعبين دي المبين 30 سنة وكذلك 34 و37 اللاعبين دي الأضلاطة تاريخنا كيف قلنا إذا 30 سنة و34 ما بين التاريخ أما بالنسبة للشكلة المتوقعة فهذا هي الشكلة المتوقعة بالنسبة للصعب في المنفس الأسماء غيكونوا وما هدو عقله اليوم أما بالنسبة هنا كنواح المشكلة هو أن اللاعب اللي تشغل بوست دي السيسلية أوبردروف هدو اللاعبات يتأكد الغياب ديال بتاع الإصابة بالنسبة للمباراة الأولاد دي المنتخى المغربي بالتالي هذه النقطة هدو تكون إيجابية بالنسبة للمغرب وهدو اللاعبات ياللي كتوفر على أغلى قيمة سوقية في المنظومة ولا في اللاعبين دياللي كتوفر عليهم ألمانيا فقبل ما مشوين انتقنا للفيديو أنا أريد أن نتسلم نوح اللاعبات اللي سأرده من البل بزاف اللاعبات هذه العميدة دياللي وياللي كتشغل بوست دي السيسلية هذه اللاعبات دي وعش على مستوى الارتقاءات العوائية وللأسف قولوا بضيفاء ضعاف في الرأسيات وضعاب في الرقابة دي الواحد ضد واحد وكونا تكلمنا على الأمور الكاملة الخاصة بالمنطقة المغربية في الفيديو السابق المشكلة لأن من الأمور اللي كتشكر نقطة قوة دي المنطقة الألمانية ونحن ضعافه ونشوفوها تشي من بعد في الفيديو ولكن هذه اللاعبات دياللي كابيتانا دياللي لعبات اللي كتقدر تلعب كمحطة ويخدم بها أحيانا كمحطة كذلك اللاعبات مكتضياش حدا الشبكة وعند نسبة ديال الفعال يا أمور ما طلعه وطلعه بزاف فهذه اللاعبات ديالأخوة اللي يرسل حربة هي الكابيتانا دياللي وهي اللي غا تكون اللاعبات وكنت نتمنى شخصيا على أن اللاعبات دياللي تلعب بشكل حد مش ما تلعبش هذه المواتشات ولكن يجب أن تتعامل مع الوضع كيف ما هي جاتك فنشوفو بالنسبة للقاطات فقد نواجه منتخب اللي هو استحواتي ومنتخب اللي يلعب بطريقة اللي هي رأسي ونشوفوها تشي كامل بالنسبة البناة دياللي كبدا من الخلف نحن نشوفو الخدمة ديالقلوب الدفاع مع الأضيارة ومن نقطة القوة اللي كان في الخلف هي الأضيارة دياللي من اللي سنرده منught الب sod فهذه الأضيار هذه اللي كان لاتص manifال leadership الأول في كل رئي المونسول في نفس المستواة مع قلوب الدفاع كما تلاحظوا بها لكل 얘기 تصل حول على لكرة ليس بل إنها تіш Patik تصل حول الكرة عند هذه الأضيارات ويزيد بالكرة وأون الذي يزيد بالكرة أمن اللي بالكرة ليس ولكن كان هذا ت gazeten لماذا يزيدuru أطلاع بشكل حول القلوب الدفع هال bénرَ ومن بعد الأضيار يجب أن نفس المستواة مع اللاعبات ديال هنا في الخط البساط لدينا تذكر هنا والذي كنا نفهم كل شيء من خلال هذا المثال هذا هذه الكرة مشتعة عند الظاهر هو الذي نعلم عليه دابا هو هذا الذي لديت الضوارة بالحمر سوف يزيد في اتجاه كسام الأبيض واللاعب هو قلب الدفاع أو منورة أو اللاعبة مهمة إذا قدرت بصيغة المذاكرة رأيك نساوصافي هنا مثلا يقول لديك قلب الدفاع والذي في بلص الظاهر والظاهر يزيد أو الأضعيرة بجوجه يزيده ويقول لديك خط الوسط في ربعات اللاعبة بعد مصعده الأضعيرة كما تلاحظه تمها أي رسم التكتيكي يتحول من 4-3-3 إلى جوج 4-1-3 وهذا ما قلناه هو هذا اللاعب بعد ذلك الضوارة الحمر وهو أحد اللاعب من الخط الوسط الذي يطلع نعتبره كصانع الألعاب وهنا إذا لاحظوا شيء لعب آخر فقط جانح الذي يكون الفوق كابط وذلك السعين يرى الجانح هذا كابط كذلك يقدر يتحول رسم التكتيكي من 4-3-3 إلى جوج 3-3 هنا مثلا جوج قلب الدفاع ثلاثة في خط الوسط من بعد مصعده الأضعيرة ثلاثة يكونوا جوج اللاعبين كما تلاحظوا تمها وهذا قلناه يوم الضوارة والمهاجمين الثلاثة لا يتحولون في الصورة رغم ثلاثة لا يتحولون وهذه القطات من آخر المبارسة كانوا لعب آخر الزامبية وكانوا أخسروا فيها ثلاثة جوج كما تلاحظوا نصف الأمور تتساعد نصف النظام التي تتكلمنا على سابقا وبعد الربعة في خط الوسط ثلاثة وخط الوسط كما تلاحظوا فالفرق هو أن فقط اللاعبين الويت يتناوبوا بشأن واحد يوقف مع اللاعب ولكن الأضعار يبقوا صاعدين كما قلناه سابقا ثلاثة قضية الأضعار التي تساعده فكل الدفاع التي تنتصرها وتوصلنا إلى المستوى المتقدم كيف رأينا سابقا والأضعار تزيده مع خط الوسط هذا شيء يعطينا بل أن الفريق المدافع يوقف لنا في وسط الملعب كما تلاحظوا ثلاثة البرازيلي في ألمانيا وهو ما يستغلهم الأضعار كما تلاحظوا في الصورة وهذه القوة والألمانيا ونرى الثلاثة الأخر للخدمة التي تكون فيها تماما فطبل أن تشاهدوا ما يوقع في الثلاثة الأخر من الملعب بعد أن تقدموا الأضعار وتوصلهم إلى الكرة ويزيدوا ذلك الأطراف ولكن دعونا نرى بعض الأمور التي تستطيع تحبس ألمانيا في هذه المرحلة التي توجدها مثلا أن نرى اللاعب المقدمة من المنتخل البرازيلي يضغط لأنه يمنع حامل الكرة لكي لا يمرر الكرة إلى الجانب الآخر إذن الإلزام هناك يكون أنه يلعب الكرة إلى الظاهر الذي كان في الصورة تم أي أن الظاهر ينزل من خط الوسط وضطر لكي ينزل لكي يستسلم الكرة فعنا مباشرة خصواتك لللاعب المعلمين واللاعب المعلمين المعلمين خصوة مباشرة تخرج لكي أن تضغط على حاملة الكرة الجديدة بل هي الظاهر لكي فقلنا السابقات في نفس وقت اللاعبات الآخرات يتكلفون بمركز الملعب لكي أن الكرة لا تبقى إلى منتصف الملعب بل الكرة تبقى فقط هناك يتم إغلاق الفضاء كما تلاحظوا عن طريق 4 اللاعبات أظن إضافة تحترق أقام بين المنتخب المغربي خصوصا من الملماسج المنتخب السويسري نوعا ما يقدر يكون نافع ضد المنتخب الألماني إلا أنه يجب أن تكون فعلا في الضغط ونافع التدخلات إلى آخر فأنا في هذه المشاهدة في نفس المشاهدة التي نكملها تم استرجاع الكرة وهذا أمر عادي بحق أنهم كانوا نافعين في الاسترداد الكرة بعد أنهم غلقوا الفضاء تدريجية من بين السابقات ألمانيا بأنها تظهر على الأديرة ويقفوا مع اللاعب الخط الوسط هو أن في حالة أن الفرق لا تحويل من الحالة الدفاعية إلى الحالة الوجومية يعني استرجاع الكرة قبل لأن الفراغات من الأديرة رفارة وبالتالي من المناطق ينتخل المغربين لأنه ينتبه وهذا الدور الآيان الذي يتم مخصط في العباب وهذه الساعة في التشعر من المناطق المخفية كما رأينا في الميديو السابق كذلك نريد أن نرى هنا هنا نرى القلوب الدفاع لاعبين في الخط الوسط يلاعب والأديرة في نفس المستوى لأن الكرة يمكن أن نرى عند الضائر ما نرى هو أن هذا اللاعب المقدمة المنتخل برازيل وللعبة المنفذ على حامل الكرة لأنه يمرج الكرة إلى جانب آخر إذا ما نرى أن هذا اللاعب برازيل تدخل بطريقة سريعة لأنها تدخل على هذا المستلم الجديد الذي هو الضائر وفي نفس الوغسرة كائنا اللاعبين التي تحمل المنطقة المركزية لكي أن هذا الضائر لا يمرج الكرة إلى منتصف الملعب وأنه في وسط الملعب بعد الإسترجاع الكرة أو أحد اللاعبات الذين يقصدون المنطقة الأخرى يجب أن يكون خاوية الضائر كما تلاحظون وهذا هو واحد النقطة التي يمكننا اللعب فيها على الماضي إذا رجعنا بالنسبة الألمانية في المستوى نفترض أن هذه الكرة مجلسة عند الأديرة أو تنمينات التي يفترضون تجد الساعة الأحمر كما تلاحظون وهنا المهاجمين التي يكونوا واقفين هنا إذا تضعوا أنه يكون لعبا لتخرج سألتشار لكم لماذا يكون لعبا من المهاجمين يخرج ويسقط مع خط الوسط فهذا الضائر هي لعبات يستغل المساح التي تكون ما بين قلب الدفاع وقلب الدفاع الأخر وما بين الظهر وقلب الدفاع وذلك يكون لعبا من خط الوسط التي تستغل المساح لما بين قلب الدفاع والظهر كما تلاحظون وكذلك التميرات المائلة مثل هذه التميرين المائلة تستغل المهاجمين التي تكون وقفة مع الخط الخرفي نوعا ما نستخدم هذه التميرات وضعنا فأنا سأجد الضار لكي أشترح لكم قضية مهمة مهمة كثيرا في الهجوم لماذا لاعبة من الهجوم تثبط ويبقى وجوج عنا ما ترى؟ تثبط مهاجمين مع المعلمة تثبط ويبقى أن تتجر مع أحد اللاعبين التي تكون وقفة في الخط الخالفي وفي نفس اللحظة لاعبة من خط الوسط التي ترون بلاسية ولكن بما أن هذه اللاعبات جراس معها في الأول المدافعة فهنا هذه اللاعبات خط الوسط المعاجمة تستغل المساحة التي تجعلها المدافعة للجراس أنا أعرف أن الفكرة لم أفهمها ولكن لم أفهمها من الماضي الأخير إلى بضل تزامبيا مثلا هذه المعاجمة سقطت بشقة الزمن الأبيض جراس مع أي مدافعة الزمبي كما ترفض في هذا المعاجمة تجعل أحد المساحة من الأول تتعرض المهاجمة وهنا الفئرق في نصف اللحظة تدعي مدافعة أخرى المانتظر لأن هذه المدفعة من الخط الخلفية تتعمل هذه المهاجمة قد تتعرض لعبة من خط الوسط في نفس اللحظة تأتي لعبة من خط الوسط وتستاغل المساحة التي كانت مبني الظاهر وقلب الدفاع أو الذي يجعل المساحة الخوية تستاغلها هذه اللعبة من خط الوسط وتقول لنا هذه المؤجمة التي هي الكابيتان وفرقة وتقول لنا يعني كمحطة وتقدر أنها تمرن الكرة أحد اللعبات التي تفتح اللعب وفي نفس الوقت نريد أن نرى النظام الدفاع للزامبيا الذي هو 4-5-1 كما تلاحظون بها أديل كتل الدفاع لأنه كان لدينا حدد المنتخب الألماني لا تخسروا الضغط ولا تخسروا التراجع من الخلق فإذا نريد أن نرى اللعبة كيف تستاغل كمحطة نرى مثلا هذه اللقطة يمكن أن نصل إلى الكرة وهذه هي كمحطة وهذه وصلت إلى الكرة ستلعب الكرة توجه المعاجمة الأخرى التي ستستاغل المساحة ما بين قلب الدفاع وكذلك الضائر يلعبون كثيرا على هذه المناطق وللأسف كما رأنا في فيديو السابق مشكلة كبيرة على هذه المناطق التي يلمسونها بين اللعب واللعب في الخط الخلفي فالإخوة بصراحة هذه النقطة يجب عليها بزاق ونحن في الفيديو السابق كيف رأنا مشكلة كبيرة عندنا لدينا شارع في الدفاع لكي نكون معكم صارح فأنا كانوا مركوا هدفها للبرازيل تلقى من ذلك المساحة هذه الأخوة كانت ثلاثة مواجمة من ذلك المساحة ما بين قلب الدفاع والضاهر وكانوا مركوا الهدف دياله في نفس الوقت بأن المنتخب السحوات الذي هو المنتخب الألماني عندهم بزاق المشاكل الدفاعية وضعف تحول من الحالة الهجومية إلى الحالة الدفاعية كنت تعرفوا بأنهم يطلعون الأضائرة لكي يرجعون إلى الحالة الدفاعية كي يجب عليهم بزاق المساحات وبخصوص أن يجب عليهم بزاق المساحات ودائما يريد أن يدافعوا بعادة منطقة الجزاء ولكن في حالة فشل الدفاع فإذا يتمون ضرور فإمكانك لأنك تعمل للمنوم الخطورة هذه الأقطة وأخرى هنا كانوا على الأقل رقراء ومنطقة العمليات ولكن مع ذلك قدرت البرازيل ومنطقة العمليات هذه الأقطة ضد المنتخب الهولندي هنا حاولها لأنهم يدافعوا في هذه المنطقة وأخرى كانت ضعط لهم كرة من الحالة الهجومية إلى الحالة الدفاعية ولكن مع ذلك قدرتهم بزاق المشاكل وبسبب الصعود الأضائرة فقلتهم كما تلاحظوا تسمى فرغات على الأطراف التي يريد أن نستغلوا هذه النقاط هذه كما قلنا سابقا أما بالنسبة لهم في الحالة الدفاعية يقفوا بنظام 4-1-4-1 ويخدموا على نقطة ويبقوا بزاق المع Campus هي أنهم يرتاحوك لعباة كل الأن من معاجر وخبارات الملعب وفي حالة الجامعة في Спعال المنطقة الألمانية يستطيعBu wh هذه الجامعة يعني تكلون هاته هذه الغلقات أي مركز الرخ ويحتczyć هذا الطريق المع Range وي adventurous ويستطور لأنهم يأخذوا لك الكرة هذه الطريقة التي يشتغلون بها في الدفاعهم كذلك هذه اللقطة واحدة أخرى يجعلهم فقط على جهة واحدة من الملعب كما تلاحظون وما يمكن أن تغيير اللعب من جهة إلى جهة من غيرها لأنهم لم يكن لديهم في الطريقة التي هي جيدة فالقضية هذه يجب أن يكون عرف المنتخف المغربي إلا أنهم من خلال الملاحظة التي يرى صداد المنتخف السويسري فأنا كنا نخرجوا الكرة دائما كنا نقلقوا كرة طوال عبر الأطراف ونقدروا نخرجوا مشاكل بالنسبة للمنتخف الألماني كذلك نريد أن نرى مثلا من المسج من المنتخف البرازيلي مثلا لقطة هذه كشفة لأن البرازيلي كان في حالة البناء هنا كانوا يحاولون أن ألماني يخلوه من أنه يلاحبه على جانب واحد من الملعب بدلا من اللاعب على التمية القصرة في الخلف الأخر سيأخذوا لك الكرة تجرب على أن تلعب طويل و ستلعب الكرة خلف الخط الوسط من المنتخف الألماني وسيتلقى بزابة المشاكل وعلى الأقل سيتحرق المراحل و سيتوصل في المواجهة الخط الخلف اللي لا يكوش وقف طريقة اللي يمزينا لأن الأديرة دائما سيكونوا متقدمين و يخلوه قلوب دفاع في وضعية اللي هي صعبة وهاتش عيشنا في آخر ماتش يعني اللي كان ضد المنتخف الزامبي فالزامبي غالبات المنتخف الألماني كان يعني هاتش عيشنا و شوف لتتقدم دي الأديرة و كيفاش خلوه قلوب دفاع في وضعية اللي هي صعبة بما أن الزامبي عندها اللعاب اللي سراع فبالتالي يستغلوا هذه النقطة و قدروا على أنه يبقى ماركو بزاعة الأداف و ماركو جوج دي الأداف و احتى العدف الثالث كابنس الكيفية فهذا أريد أن نختم الفيديونا بشيء عشان اللي هي إيجابية نشوفوا الهدف دي الزامبيا الأول فكي نشوف بلان الخط الوسط كتكون من الربعات دي اللعبة كي نشوفنا في البداية دي الفيديو جوجي لاعبين دي الخط الوسط و كذلك جوج دي الأديرة قدرت على أنه لاعبين المقدم و المهاجمة دي الزامبيا مشات مركزات في المنطقة اللي خلوها للعاب خاوية كيما تلاحظوا تسمى مشات في الوحة المنطقة اللي خلوها اضعا خاوية وهذا كان هو الول هدف الذي أختمه باقي فيديو دينا أما منسبة الأداف دي الألمانيا اللي كانوا على الزامبيا فكونوا جوج الجوج دي الأداف كيف جاو جاو عن طريق اللاعب اللي اذكرتها في البداية دي الفيديو اللي هي القابطانو دياله هي الوحش في الالتحامات الهوائية وكذا اللي كنت أتكلمت عليها كمحطة إلى آخر سأعين مركات جوجة الأعداف عن طريق الالتحامات الهوائية ومركات واحد من جورنير وواحد من صندراش فكذا الفيديو دينا في هذا المشاهد هذا نتلقى في فيديوات المقبلة إلى اللقاء